اشتركوا في القناة 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 ويقول لك ماما راني ما جيبش نقطة مزيانة في الانتحان ديالي هنا كي نجوش الحويش إلا جاوبتون قوله ايوه معلوم ما تجيبش نقطة مزيانة وانت ما حفتيش بحالة تنقوله مزيانة فيك بحالة كانتش متوفي وهذه رأي عقوبة نيت فحداتها عقوبة إلا جا عندي وقالها لي وانا استعملت هنا الامباتية لابين فييانس تنتعطف معه تنقوله اه ايوه هاتش اللي كاين شنو بشنو بالكدبه في هاد المسألة هاتي حيث كتبقى غير نقطة ما جابهاش ماشي نوقات كتبقى مرة اخرج بلا فاز ديال وماشي دائما دونك هنا ملي يشكي عليك التفل استقبله كان استقبله وكان استعمل الامباتية هنا كيقدر الطفل من اللي كان استعمل لنا بحالكة وما كان نجاوبش معاه كيقدر يتعلم من شنو قاعله يعني نستقبل مثلا انه ماشي مثلا ديك ساعة غدي نغوت عليه وغنقول لي مثلا يوشتي وانتلي محفتيش وانتلي واحد اي اذا كان نراجع الاعوتاني للاكاس دو ديباخ كان نرجع اعود للعقوبة طيب اللي يقول لي ومعمني ما نجي نعود نقول لها شي حاش هاتا الجواب غادي کون هاتا الجواب غادي كون يعني حاس لعكس نستقبل نتأثر معاه، نتعاطف معانه نتعاطف معاه باش يقدر يتعلم هو من ذاك الغالط لدار ولكن هات نسل الريسانة هو العواقب المنطقية على عكس العواقب الطبيعية هذه تطلب تدخل لأباء أو المربي أو المدرس يعني الشرط باش نستعملوها هي كيكون تم اتفاق عليها مسبقا من الأب ولا الأم ولا المربي بحال ده باتتافقت مع التفل ديالي احت تليفون ديالو مع ثمانية تافقنا عليها هدي بجوش تافقنا باش يحت تليفون ديالو في ثمانية دليل من إذا نجي تنشوفو ما حتش تليفون مع ثمانية دليل كيمكن لي نجي نقولو وصلنا لثمانية دليل ما حتش تليفون قاعدين ناخدو لك يعني مثلا هدي فكرة جيدة سينكسلنت دي باش نقترح على الطفل ديالي الاختيار كيف ما كنا قلنا في واحد الحلقة مسبقة لما ندلو شوى هديك ادر بحال هكا اختار ديرها بحال هكا ولا بحال هكا وهناك نخليه كي بدل السولوك ديالو الراسو احنا تنقولو لها الاكسبريمانت لا كونسيكنس لوجيك را عرفتي باني لما حطيتيش مع ثمانية را غادي ناخدو وما غيعتبرهاش كعقوبة عبتع لاش حتى تفقنا عليها الاحساس ما كيكونش هو ما تيكونش داك انتقام وداكش اللي تكلمنا عليه في المغالي في طرف واحد كانوا يعني الأم والأب جوج والطفل كانوا متفقين هاد العواقب المنطقية عند هربع ديال الشرط اساسيين الشرط الاول هو خصت تكون العقوبة هاد العواقب المنطقية اللي غنستعملوا خصت تكون مرتبطة بالغلط اللي غالية هنعطي واحد المثال بحل دا ما جابش مزيان هنقول له ما جابش مزيان ما عديش تمشي تلعب الكرة نهار السبت شنو العلاقة بين ما جابش مزيان وما عديش تمشي تلعب الكرة ما جابش مزيان شنو بقع لك شنو اللي كان واش محفتيش واش مفهمتيش واش مهدي واش مهدي كيفاش يمكن لك تدير مرة اخرى باش انا تمشي معه في واحد الحوار باش نحاول نصحح معاه الغلط ديالو شنو اللي غيجين ديال داك النقطة اللي ما جابهاش مزيان ماشي هو ما جابش مزيان في القرية وانا كان حرموها جابا عندها علاقة خاص إلا بغيت نعطيه نستعمل هاد العواقب المنطقية خاصة تكون مرتبطة مرتبطة مع الغلط تاني شرط خاصة تكون معقولة شنو معقولة غزو نبس شنو معقولة هي من اللي بحادة بطافل ديالي تيطيح كاز ديال الحليب في الطبلة هنقول له وذا بجمعت كاز ديال الحليب ديالك وجمع معك الطبلة حتى هي وجمع معك الكيسان الاخرين وش معقول هو دار واحد الغلط في بلاس ما يصحه هو كيصح ديالو ولا واحد المدرس الطفلة كتدرب في الطبلة ديالها ولا كتكتب في الطبلة ديالها تترسم في فوق الطبلة ديالها اللي كتقرع لها هايقول لوا مني تساني مسحي الطبلة ديالك مسحي الطبالي ديال القسم كله واش سيغيزو نابل هدا أنا مشي معقول الشرط الرابح يجب تكون محترم هاد العواقب يجبني ندير فيها واحد النوع ديال الاحترام ما نهينش الطفل ما نسبوش خسنا نستعمل فيها الرفق والحزم مجوش التربية الايجابية تتقول نا إلا ما تتفقناش من قبل مع الطفل علش نوغي وقال ليه إلا ما احترمناش هاد ربعا ديال الشروط هاد العواقب المنطقية كتتحول عقوبة هي تربية ايجابية علش جابتها وحتاتها نعمل ما هي ما تتنصحش بها تتنصح بحش أخرى التربية الايجابية ولكن علش جابت العواقب المنطقية جابتهم وحتاتهم حيث بزف ديالالاباء وبزف ديالالأسان ما يمكنهمش حيضوا العقوبة بمرة خستهمش حاجة يبقوا ويديروها علما يتعلمون حاجة واحدة اخرى ايجابية نوك هاد العواقب المنطقية يمكنها تستعمل ولكن بقواعد ولكن بشروط بغيت نصحح واحد الخطأ يكون مرتابط يكون مرتابط بغيت نعطيه واحد نعطيها لي هي مرتابطة مع ذلك شي لوقع تكون معقولة أبنا مثلا شي حاجة اللي هي مرتابطة مثلا مثلا مرتابطة ما بالخطأ وما بالباديل اللي غنضير في العقوبة مثلا 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 كي بقى يتفرج كي بقى يلعب لابلي ديالو احنا تفقنا باش يحبسها مع السبعة دلعشية وكمل وصلت السبعة وانس جيت لقيت وتيلعب شنو واش نقول له ما تلعبش سيمانة كلها لا تفقنا على باش تحتها مع السبعة دبا غادي تحبسها دابا أنا حبستها له دابا ما غادي شي ما يعتبرها شبح العقوبة ولا غدا الى ان شاء الله عود في السبعة دك الساعة غادي نتفقوا على حاجة بحد أخرى كان بقوا في نس هو وقع خطأ دي منك مرتبطة مع هاداك لجو هاداك لجو هاداك لا نبعدوش لحواج آخرين لا ما احترمتيش الوقت لهذا ما تخرج معنا هذه الليلة ما عندها علاقة أنا شنو بغيت نسحة هاداك الغالط باش ما يبقى شي تعاود وغنبقوا وفي ذاك الغالط ما نخرجوش على هادا النتاق فعلا لانو حتى الطفل الغي بدا يتسأل يعني أنا درت هذا الخطأ ولكن تحرمت من واحد الحاجة اللي هاداك شي لكي يخلي بحيث بحيث نجينا نتكلمه مثلا انه يخرج مع الوالدين ديال ولا شي حاجة اللي هي ضرورية أساسية يعني من الواجب من الواجب نجينا نتكلمه لأنه كفرد من الأفراد من حرمه من شي حاجة اللي ما عندها علاقة مع الغالط هاد شي اللي بغيت نوصل هاد شي اللي بغيت نوصل هاد العواقب المنطقية نقود كيللما كانش كتتتحترم هاد الشروط هادي اللي تكلمنا عليهم كتتحول إلى عقوبة خصنا نستعملوها بواحد لا في جيلانس ولأ والأكمل من هادا اللسانا واللي كتتشجعنا عليه التربية الإيجابية والبديل ثالث هي إيجاد الحل الهدف ديالي كأم ولا أب هي كان نقلب على الحل مع الطفل ديالي يقول الطفل أكتور دي شانجمان يقول اللي هو تيشارك في تغيير هاد السلوك الكيف كيفاش ولكن قبل ما نمشي الكيف بغي تغير الأباء يفهمه بأن الطفل ما كيدرش هاد السلوك متعمد غير كانوا وعاوا بهذا المسألة دي والنظرة دينا كآباء كتغير ما كان بقاش نشوف في بأننا را كي عندنا ولا كي تعمد هاد السلوك هذا كان نعتبروا هاد السلوك غير لائق كفرصة لتعلم سيتون امورتونيتي دي بخانتيساش خاصة إلا تكرر مثلا نبهناه وعاود نفس الخطأ كي يبال الوالدين أنه بحلة كيعند أو لا بحلة كيدرها ضد من اللي كيتكرر بشحل من مرة يعني كراء الطفل ما فهمش ما فهمش شنو هو المقصود من هذا ده بغدين مرول كيفاش كيفاش إلا بغيت نعلم الطفل ديالي شي مهارة عبر الخطأ اللي دار ماشي في حال تغضب بعدها ما عمرني ما نكون أخصت أنت مشي تنبدل بصعب وحد آخر حتى كان نهدن وعاد نرجع من بعد كان فتح واحد الحوار على شكل أسئلة جيد بسيطة شنو المشكيل في نظرك شنو الحل شنو اللي غدي يساعدك باش تحسنوا لتقوم هاد السلوك يعني جمال تغس كنخليه انه هو ذاك شي يجي منه هو معلوم معلوم حت الحل غدي يلقاه هو يقدر بعد ما يكونش عارفه وانا كنساعده غير الحل غي يلقاه هو غنكون متأكدة بأنه غدي يستعمله بهذا الاسئلة غدي نحلي ذاك الافق في التفكير كيفاش يخم بالغلط ديالو كيفاش يفكر في الغلط ديالو وحي ethnنا مثلا نحن خلومش يفكره في الغلط اذا روما يبير الشيء عقوبة عقوبة وفكر في الغلاط ديالك وباش نخليه يفكر في الغلاط ديالو غادي نحليه الأفق والتفكير بهذا الاسئلة البسيطة شرح ليذاك الخطا شنو العواقب ديالو شنو دار محد علا قينا نرى هذا التطريق مع القيمة الأساسية العائلة والأسر دينا كتولي هي المشاركة الحلول حتى هي كتكون فعالة إذا احترمنا شروط ونذكرهم بالصربة الحل تكون مرتبط بالغلط دائما الحل تكون في احترام تكون معقول وتكون تساعد الطفل وتعلموش حاجة مفيدة وبهذا الشكل هذا تنكرر الخطأ كيولي اليوم فرصة لتعلم إذا الأباء شفوها بهذه النظرة بأن كل خطأ سنأخذه ونعلم به شيء حاجة تقول العقوبة بشوية بشوية بالنسبة لأطفال صغار واحد طريقة كنستعملوها كنسميو هركن الهودوء من اللي الطفل كيكون صغير كيدير شبسالة اللي كنسميو حنا يا لبيتت تقولو تمشي واش بغيتي تمشي لبتكوان تاني عطي واحد تسمي يزوينة واش بغيتي تمشي واش بغيتي تمشي واش بغيتي تمشي بغيتي تمشي تهدن شوية تماما سنشوفك شوية بغيتي تماما يعني تنكون نموذج حتى انا لطفل ديالي كينتا سأقول في موضونا حول العقوبة اسمى ام عهدو بادرو عالي من فاس عندي ثلاثة ديال وليدت ساسنين وحداشر عام وثلتاش من اللي كيغلطو كنعقبوهم بالحرمان ولكن ما كيتقطروش يعني واخا كنحرموهم من اللعب او لا الفصح متلا الاخروج في اماكن اللي تيبغيوه ولكن بلا نتيجة مثل العقوبة اللي غاديحسه بها كعقاب اوه кад gli after this هاد الاباء من اللي يستعملوا العقوة 8 لمرc 8 وتسعود من المرارة وش هاد يتمشى المرة العشرة على العقوبة الرقلنها قبل الاصل ديالها اصلا العقوبة ماشي حل را يمكن لها تخدم وييفيدل حل رويلا خدمات ماشي ذاكو الحل مزيان ويمكن لها ماتخدمش وممكن ليش أنا نفكر دائما في شي عقوبة كتر وكتر وكتر باش نعاقب بها الأطفال دينا حيث تكلمنا عليها شنو ما العواقب دي العقوبة لونك بالنسبة لهذا الأم تنظن بأن هاد الحلقة تكلمنا فيها على البدائل دي العقوبات يمكن لها تختار البديل اللي عجبها واش بغا تختار العواقب الطبيعية إلا كانت الغلط بسيط مثلا ولا بغا تستعمل العواقب المنطقية ورا عنده الشروط دياله ورا هقولنا هتكلمنا عليهم ولا بغا تمشي الأحسن والأكمل إلى إيجاد الحل مع الأطفال ديالها باش ما يعودش هاتش يتكرر في مرة واخا شكرا لك بزاف الكوتش أسماء مغانية لكل هاد النصائح اللي قدمتنا اليوم في موضوعنا حول العقوبة في التربية الإيجابية شكرا لسانا مارك الله اشتركوا في القناة